اهلا بحضرات هيا محمد صلاح كل يوم بيأكد انه هو اسطورة هيا على ملاعب اوروبا والدوري الانجليزي النهاردة محمد صلاح بيقود ليفربول لفوز صعب على فريق لاسك انه مساوي بنتيجة 3-1 محمد صلاح ما بدأش المباراكة اساسي اول ظهور لمحمد صلاح في الدوري الاوروبي عارفين طبعا محمد صلاح من ساعة مراحل ليفربول في 2017 بعد ما جي من روما وهو بيقود ليفربول في دوري ابطال اوروبا السنة دي محمد صلاح بعد ما رفض عرض مغري جدا من الاتحاد السعودي متواجد مع ليفربول رغم عدم تأهله لدوري ابطال اوروبا الموضوع ده عشان يعني تبقوا متخيلينه في اوروبا اللي انتقلات والصفقات بتتم من خلال دوري الابطال يعني الفريق اللي موجود في دوري الابطال بتكون حظوظه اكبر في انه هو يضم اللاعيبة اللي هو عايزها اللاعيبة كلها بتفكر انها تكون موجودة في دوري الابطال النهاردة محمد صلاح بيبدأ موسم جديد مع ليفربول بعد رفض عرض خيالي من الاتحاد السعودي وبيتواجد مع ليفربول في بطولة الدوري الاوروبا النهاردة قدام لاسك اول مباراة في مرحلة المجموعات يورجن كلوب بيقرر ان محمد صلاح هيكون متواجد على الدكة صلاح الحقيقة في كل الصور اللي ظهرت لصلاح وكل اللقطات اللي جات عليه خلال المباراة محمد صلاح شكله مش مبسوط حتى بعد ما نزل كبديل محمد صلاح نزل اخر ربع ساعة مفيش 8 دقيق وبيسجل هدف في فوز ليفربول بنتيجة 3-1 ليفربول كان متأخر في الشوت الاول بهدف وفي الشوت التاني قدر ليفربول يتعادل ويسجل الهدف التاني ومحمد صلاح نزل بعد تسجيل الهدف التاني عشان يوقع على الهدف التالت ويختتم السلسية وليفربول بيحقق اول انتصار خارج ملعبه واول انتصار في الدور الاوروبي مع صلاح عارفين طبعا ان جماهير ليفربول عيشة دلوقتي حالة من السعادة حالة من الاحتفال بمحمد صلاح بعد المباراة مباشرة وبعد نزول محمد صلاح احتفالات على كل مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير ليفربول بالأسطورة الحقيقة الناس شايفين ان محمد صلاح هو واحد من اكتر اللعيبة اللي مش واخد حقها رغم النجومية الكبيرة لمحمد صلاح جمهور ليفربول نفسه بيقول كده النهاردة محمد صلاح بينزل كبديل وبيحافظ على رقم قياسي بتاعه هو للمباراة رقم 12 على التوالي محمد صلاح بيصنع او بيسجل في كل البطولات مع ليفربول النهاردة الراجل كان متواجد على الدكة كان مع رقم قياسي ان هو الـ 11 مباراة متتالية مع ليفربول بيسجل او بيصنع كل طبعا قال خلاص صلاح الرقم هيقف عندي كده كلوب بينزل صلاح في اخر ربع ساعة والنجم المصري بيسجل ومش بيحتفل كده ده العادي انا بلعب في الدوري الاوروبي انا امتي اكبر من كده بكتير ده اللي كان ظاهر في احتفالات محمد صلاح او بعد تسجيله للهدف النهاردة قدام فريق لسك ان مساوي محمد صلاح النهاردة بيعادل تيري هنري نجم ارسنال السابق ونجم طبعا مارشلونة السابق ونجم منتخب فرنسا السابق والمتوج بكاس العالم 98 النهاردة محمد صلاح اسطورتنا واسطورة ليفربول واسطورة الدوري الانجليزي بيعادل تيري هنري كاكتر لاعب تسجيلا للاندية الانجليزية في بطولات اوروبا محمد صلاح خلاص خلص تقريبا كل الارقام القياسية في ليفربول ورايح على ارقام قياسية تخص كل اندية الدوري الانجليزي النهاردة محمد صلاح بيسجل هدفه رقم 42 في البطولات الاوروبية علشان يعادل نفس رسيد تيري هنري نحن صغيرينкрنان curse هذا يعني راجل قسطورة وراجل مافيش زياء المهاردة Really cool النهاردة محمد صلاح بيقعدله في كل البطولات الاوروبية مع الأندية الانجليزية اثنين سجل اتنين why открыtery كريسيانو كان موجود في الدوري الانجليزي توريس كان موجود في الدوري الانجليزي سواريز كان موجود في الدوري الانجليزي ألان شيرر كان موجود في الدوري الانجليزي محدش سجل في بطولات أوروبا كلها أكتر من محمد صلاح والتياري هونري النهاردة محمد صلاح بيوصل لهدفه رقم 42 ومعه كمان رقم قياسي تاني خاص بيه هو اللاعب الوحيد في ليفربول اللي بيسجل أو بيصنع ل 12 مباراة متتالية محمد صلاح بيواصل التقلق جماهير ليفربول النهاردة بتتكلم عن أن محمد صلاح لاعب لا يمكن تعويضه خلاص هو ده اللي محمد صلاح كان عايزه ده اللي خلى محمد صلاح ما يلتفتش لأي عروض عرض الاتحاد السعودي كان مغري جدا لكن مقابل ده إدارة ليفربول قالت له احنا ما عندناش مشكلة نقبل العرض بس تطلع تقدم لنا طلب رسمي بالرحيل ده اللي محمد صلاح رفض عشانه العرض الضخم جدا محمد صلاح شايف أنه هو لسه يقدر يتواجد في أوروبا يقدر يتواجد في أكبر البطولات يقدر يكون أسطورة ليفربول محمد صلاح ما ضحاش بجمهور ليفربول مقابل الفلوس والعرض المغري عشان كده النهاردة جمهور ليفربول لما ظهرت سوار صلاح ولما ظهر محمد صلاح بيسجل وهو شكله كده يعني بطولة طبعا بطولة الدول الأوروبي أقل بكتير من محمد صلاح فالجماهير النهاردة كلها كانت بتتكلم عن قدي إيه محمد صلاح مهم قدي إيه محمد صلاح لاعب لا يمكن تعويضه قدي إيه ليفربول هيخسر لو محمد صلاح مشي محمد صلاح أموما عقده لسه مكمل مع ليفربول لحد عشرين خمسة وعشرين وأعتقد بعد رفض العرض المغري جدا ده تلع كلام كمان إن ممكن يحاولوا معاه مرة تانية في انتقالات يناير لكن خلاص الموضوع تقفل جمهور ليفربول بقى في الفترة دي لحد نهاية عقد صلاح ولو إدارة ليفربول قدرت تجدد عقد صلاح محمد صلاح هيشوف احتفالات مع كل لمسة بيلمسها النهاردة ليفربول بعد الموسم السيء كان طبعا كلنا عارفينه السنة اللي فاتت النهاردة ليفربول بيبدأ الموسم الجديد بانتصار خارج ملعبه في الدور الأوروبي بعدم الهزيمة بعد أول خمس جوالات في الدور الإنجليزي أربع فرق بس ما خسرتش لحد دلوقتي وانشيستر سيتي المتصدر اللي حقق الفوس في كل مبارياته مع كمان ليفربول وأرسنال ويتوتنهام محمد صلاح مكمل مع ليفربول هيقود ليفربول الموسم ده لموسم رغم التراجع في سوق الانتقالات ورغم الأداء غير الجيد على الإطلاق من إدارة ليفربول في النهية تدعم صفوف الفريق أكتر من صفقة ليفربول خسرها في الانتقالات الصيفية لكن محمد صلاح موجود يبقى ما تخافش على ليفربول بنبارك طبعا لمحمد صلاح وكل جماهير ليفربول في مصر وفي الوطن العربي بفوزهم النهاردة بأول مباراة في الدور الأوروبي محمد صلاح شاكله زعلان لكن إن شاء الله مع نهاية الموسم لو محمد صلاح قدر إن شاء الله يحقق إنجاز في الدور الإنجليزي وفي بطولة الدور الأوروبي وكمان عنده كاس الأمم الأفريقية إن شاء الله في يناير في كود ديفور إن شاء الله يكون موسم جيد جدا لمحمد صلاح ويعود بقى الفلوس الكتير اللي رفضها بإنجازات كبيرة جدا الموسم ده مع ليفربول نشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة ونتقابل إن شاء الله في تغطيات جديدة ترجمة نانسي قنقر